تحت شعار مصادر الطاقة الاستراتيجية وتحديات التنمية في قطاع التعدين انطلقت فعليات مؤتمر التعدين الأردني الدولي السابع بتنظيم من شعبة هندسة المناجم والتعدين والجيولوجيا والبترول في نقابة المهندسين الأردنيين والتي تحرص دوما على عقد هذا المؤتمر مرة كل ثلاث سنوات لإبراز دور قطاع التعدين في توفير مصادر الطاقة ومعوقات الاستثمار في هذا القطاع أكثر رسالة ممكن أن نوجهها كمؤتمر للحكومات والمسؤولين بالاعتناء والاهتمام لهذا القطاع لأهميته الكبيرة ومن هنا نحكي لدور الحكومة الاهتمام والتسهيل ومنحه رخص ودعم ومبادرة طرح مبادرات فعالة وواقعية لجلب الاستثمار والمستثمرين المؤتمر من خلال عنوانه يناقش مصادر الطاقة الاستراتيجية ولهذا عندما نتحدث عن مصادر الطاقة فإننا التي يمكن استخلاله من الوارد المعدني فإننا نتحدث أيضا عن التعدين ولذلك من المهم أن يناقش المؤتمر تكنولوجيات التعدين وطرق الاستخراج وطرق تركيز الخامات واقتصاديات التعدين وكذلك أمور أخرى متعلقة كموضة المياه والبيئة المتعلقة بالتعدين أوراق علمية متعددة انتظمت في عشر جلسات نادت بضرورة وضع قطاع التعدين على الخارطة السياسية والاقتصادية وخلق سياسات ومبادرات واضحة وممكنة في وقت أصبحت الحاجة ضرورية لإيجاد مصادر الطاقة البديلة والمتجددة في بلد يستورد 98% من احتياجاته من الطاقة القطاع التعدين من الغطاعات المهمة جدا وذلك لتوافر طبعا ثروة معدنية متنوعة وكبيرة في الأردن ولكن المتبع لهذا القطاع يجد أن هناك تأخر ملحوظ في إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هنا في الأردن فطبعا بعدما كان حوالي 4% حاليا يمكن 1.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي يأتي من هذا القطاع فلذلك وفي ضوء شح موارد الطاقة التقليدية الطاقة الحفورية مثل النفط والغاز هنا في الأردن فيجب طبعا أن يكون هناك تكريكيز كبير على البدائل من المعادن هنا في الأردن وبالذات الصخر الزيتي من جانبه دعا نقيب المهندسين الأردنيين رئيس اتحاد المهندسين العرب عبدالله عبيدات إلى الشفافية في الكشف عن المعادن والكنوز التي تتمتع بها المملكة والاهتمام بالصناعات التعدينية والتحويلية وتسهيل كافة الإجراءات في منح لخص التنقيب والتسهيل والدعم والحماية الأمنية موضوع التعدين هو موضوع الساعة حيث أن كثيرا من الدول يقاس وضعها الاقتصادي ونهضتها بما لديها من موارد تعدينية ونحن في الأردن حبان الله بالكثير من هذه الموارد وندعو من خلال هذا المؤتمر أن يكون هناك شفافية ووضوح في الكشف عن المعادن وعن الكنوز وعن موارد الأردن التي نراها بأم عيننا وأن تستخرج لصالح المواطن الأردني وقد صاحب فعاليات المؤتمر معرض تقني شامل لأحدث التكنولوجيات والمعدات والأجهزة المستخدمة في جميع الأنشطة التعدينية وتوليد الطاقة من الموارد المعدنية قسم التسويق والإعلام لقابة المهدسين الأردنيين